موسيقى لكي نسهل علينا ما هو قادم من المباريات كملاحظات أولية على اللائحة المنتخب الوطني المغربي استدعاء 4 اللاعبين من البطولة المغربية حارس الجيش الملكي بن عبيد هو الحارس التالي من المنتخب الوطني المغربي كنا نعرفه لأنه ابو نو الحارس الأول محمدي ومن بعد يأتي الحارس بن عبيد ثلاثة اللاعبين من الويداد العملود عطية الله وجبران يعني العملود وعطية الله تقدمه مستويات كبيرة رفقة الويداد الرياضي في الدوري الإفراقي ونفس الأمر ينطبق على اللاعب جبران اللي صراحة بدك يرجع المستويات الكبيرة اللي كان عرفه عليه اللاعب جبران موجود في اللائحة عوض أملاح المصاب اللاعب أملاح تعرض لإصابة رفقة فالينسيا سيغيب تقريبا لمدة شهر واحد الوافد الجديد سوفيان ديوب ونحن تحدثه بتفصيل على هذا اللاعب إمكانيات دياله أرقام دياله رفقة نيس الفرنسي وش يستحق أو لا تواجد مع المنتخب الوطني المغربي يعني عموما ما كانوش تغييرات في اللائحة ديالواليد الرقراقي وواليد الرقراقي قلاب الحرف الواحد ما غديش يكونوا تغييرات كثيرة غديحافظ على العامود الفقري في تشكيلة المنتخب الوطني المغربي يعني في الدفاع عندنا أكيد كان عارفوا على أنه فلاكس عندنا سايس عندنا اللاعب نيف أكرت بالرغم على أنه هناك بعض علامات استفهم على المستوى ديالغانم سايس غانم سايس منذ انتقاله للدوري السعودي رفقة الشباب لاحظنا على أن المرضود دياله تراجع كثيرا خصوصا من ناحية البدنية وكان عارفوه على أنه في إفراقيا الحضور البدني كيكون عنده واحد الدور كبير يعني في الدفاع عندنا عطية الله المزراوي العملود حكيمي نيف أكرت غانم سايس أبقار و يونس عبد الحاميد يعني من الواضح على أنه يونس عبد الحاميد غد يكون موجود مع المنتخب الوطني المغربي في كأس أمم إفراقيا من غير المنطقية على أن الرجلاجي عيت لوف المعسكر السابق جربه أعطاه بعض الدقائق زاد عيت لوف هذا المعسكر هذا على بعد يعني تقريبا شهر واحد ولا شهر ونصف نقوله تقريبا في شهر يناير سيبدأ كأس أمم إفراقيا تنظر على أن يونس عبد الحاميد بنسبة كبيرة سيكون حاضر في اللائحة النيائية من المنتخب الوطني المغربي في كأس أمم إفراقيا يعني في وسط الميدان عندنا لعب المرابط يعني اللاعب المرابط الذي يشارك يعني بوحدة صيفة أساسية رفقته ماشيستر يونايتيد يعني في بعض اللقاءات كالعب كحتياتي ولكن شفناه في العديد من اللقاءات كالعب رسمي عندنا المرابط عندنا السيباري جبران الخنوس ريتشارلسون اللاعب أونحي اللاعب أونحي اللي كان بعض علامة الاستفاهم حول المستوى ديالو شفناه في المعسكر السابق أونحي لم يقدم المستويات المعروفة عليه وهذه المسألة راجعة على أنه متيل عبشة رسمي رفقته أولمبيك دومارسي نزيد عليها أيضاً الإصابة اللي يتعرض لها نتمنى على أن أونحي في هذا المعسكر يعطي الطمأنينة أو في هذه اللقاءات يعطي الطمأنينة لجماهير المنتخب الوطني المغربي ويرجع ذلك المستوى اللي كان عارفه عليه لأن أونحي لما كيكون في المستوى ديالو المنتخب الوطني المغريبي وللواسأ الميدان المنتخب المغربي حتى هو كيكون في القيمة يعني عندك أونحي ونزيده عليهم المرابط واللاعب أملاح الغائب للإصابة هالتولاتي تشكل العمود الساسي أو العمود الفقري في تشكلة المنتخب الوطني المغربي في وسط المييدان في المقدمة نعدي mallad uhish اللاعب اللي يقدم أوراق اعتماده وتنظل على ان التواجد ديالو في قائمة المنتخب الوطني المغربي شيء منطقي وشيء رسمي اللاعب عدل العدلي اللي تقدم مستوية كبيرة رفقة باير لفيركوزين بل رغم على انه في اغلبية اللقاءات يكون احتياطي ولكن دائما لما تدخل احتياطي يقدم الاضافة زلزولي حارت زياش نصيري ايوب الكعبي نزيده اليوم ايضا اللاعب تيسودالي اللي بدك يرجع الحس التهديفي ديالو والوافد الجديد اللاعب ديوب لعب ديوب عنده 23 سنة 165 كيلعب كجنح ايصر رفقة نيس الفرنسي وفي هذا الموسم لعب سبعات ديال اللقاءات سبعات ديال اللقاءات في الدوري الاسل الفرنسي من بين يعني بعض مراتك يكون رسمي بعض مراتك يكون احتياطي ارقام ديالو صراحة جد متواضعة يعني خصوصا لما كنشوفوه لاعب جنح ايصر سفر اهداف سفر اهداف سفر اسيست ما اعطى ولا ما سجلتها هداف ما اعطى حتى شي اسيست في سبعات ديال مقابلة في الدوري الفرنسي تقريبا لعب 406 دقيقة وصراحة ان هذه الارقام شوية مقلقة يعني جنح ايصر من المفروض على ان مساندة الهجومية ديالو تكون كتيرة يعني تكون عاطي اسيستات او لم تسجل اهداف حتى سوف ينضيب واحد العلمة استفام يعني تم استدعائه من قبل في العديد من المرات للمنتخب الوطن المغربي ولكن ما كانش واحد تفاعل واش لاعب كان ما زالت يفكار واش لاعب عاد خضاء القرار ديالو واش الارقام ديالو هاد الموسم رفقة النيس تتشفعله باش يجي للمنتخب الوطن المغربي فهذا الضرفية الحالية على بعد شهر ونصف ولا اقل من شهر ونصف منطلاق كأس امم افراقية انا سنشوف وتبقى هذا رأيي شحن واحد غي تتفق معاي شحن واحد غي اختلف معاي تنشوف على النار حيمي يستحق على انه ياخد فرصة رفقته عن المنتخب الوطني المغربي اجيش واحد يقول لي تلعف الدوري الاماراتي ارى واحد حاجة معروفة في الكورا اللي عنده عنده رحمي تعلق في اي بلاسة العفية تعلق رفقة الرجاء الرياضي حقق القاب محلية وافراقية يعني رحمي غينفانة في كأس امم افراقية وايضا يعني هاد اللاعب ارقام ديلهم زيانة تشارك رسمي برا ما لانو تلعف الدوري الاماراتي تجيب وعطي فرصة كان صالح هو هادك ما ما قدمش الاضافة دك ساعة شي واحد ما غيبقى يهضر عليه وتشفنا على انه تقريبا جو اللاعبين خدوا فرصة باستثناء رحيمي اللاعب تخدم تشتاغل من ضابط عمره ما هضر عمره ما خرج تسراح عمره ما قال شي حاجة عنده تجربة افراقية عنده الحس التهديفي عنده تسديد من خارج منطقة الجزاء عنده نسيلالات لعب تتك تحرمي يد الكورة عنده يعني تنشوف على انه يلا يدرنا مقارنة بين ديوب وبين رحيمي من حيث الارقام تنشوف على انه رحيمي افضل تبقى هذا رأيي شخصي وشحان موحد ما غادش يعجبه وشحان موحد غيتتفق معه وهذا تبقى مجرد نقد داتي يعني نحن قلبا وقالبا وراء المنتخب الوطني المغربي وغاد نسانده وهذا لا يمنع لأننا نعطيه الملاحظة دينا يعني حتى لا كان شي نقد خلص يكون نقد بنا بطريقة مثالية وبطريقة مؤدبة باش ان شاء الله نزيده بالمنتخب الوطني المغربي للامام غير هذا بنسبة كبيرة اللائحة تبدو منطقية يعني نتمنى على أن هذل الوافد الجديد سوف ينضيوب يقدم الإضافة المرجوة برغم على أن الأرقام دياله صراحة أرقام جد متواضعة كيف ما قلت متعبش رسمي رفقة نيس وحتى أرقام دياله يعني ما كانش أهداف ما كانش أسيستات وكنا كنا نعرفوا على أن المهاجم شني الحاجة اللي كترجع له التقاء هو أنه دائما تقدم ذك المساهمة خليوا لي الأرائي ديالكم في تعليقات فيما يخص لاعيحة ديال منتخب الوطني المغربي كي جاتكم الاختيارات واش اختيارات منطقية فيما يخص النقطة ديال اللاعب الرحيمي واشتضنوا على أنه كان يستحق فرصة مع المنتخب الوطني المغربي مكان سوفيان ديوب خصوصا على أنه تلعبوا في نفس المركز نتناقشوا كما هو العادة بشكل ودي والاختلافه في الرأي لا يفسدوا في الود قضية كنعول على الدعم ديالكم ديروا لايك والشارك في قناة بجدائما كما تكون جاول بأول كان معكم ريدام قناة كورا فانس السلام عليكم